أما بمحطتنا الأخيرة متابعينا فحنحكي عن موضوع التسويق وإذا صار اليوم إلو أهمية كبيرة بحياتنا بشغلنا وحتى بتعاملاتنا لنقدر ننجح ونقدر نمشي بحياتنا صح لازم نكون أخذين المبادئ الأساسية بالطريقة الصحيحة ومن الخبير وتحديدا اليوم مع ضيفنا الأستاذ ناجي البزري اللي هو خبير بمجال التسويق حنحكي أكتر بالمبادئ والتفاصيل أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك أستاذ ناجي تعرفنا بحالك أول شيء أنا اسمي ناجي البزري اليوم أنا عمري 24 سنة شاب وحيد بشتغل بمجال المبيعات صار لي 7 سنين بشتغل فيها للمهنة صار عندي نوعا ما شيء من الخبرة الجيدة بخلال أني اشتغلت فيها بعدة مجالات اشتغلت فيها مبيعات بمجال ألبسة اشتغلت مبيعات بمجال المجال المباشر اشتغلت مبيعات كمان بمجال الإلكترونيات وهلأ آخر شيء أنا هلأ حاليا بشتغل مندوب مبيعات وعم طور حاليا أكتر لحتى أعلى أكتر بهالمجال حالو يعني ناجي بلش من وقت صغير أنا بلشت بمجال المبيعات ب2017 بشركة خياط بشركة ماجيلا بلشت فيها هي كانت الخطوة الأولى إلي تمام كان في إلي كتير أصدقاء بشتغلوا فيها وأنا من زمان عندي شغف بموضوع المبيعات وبشوف كيف الناس بتتعامل مع بعضها كيف طريقة البيع ففي كتير ناس نصحتني أني بلشت شغل فيها وأتعلم وصارت الناس يعني مثل ما بيقولوا اليوم كل واحد يقول أنه بتلبق لك المهنة ما بتلبق لك المهنة بيطلع معك كل واحد وإمكانياته ففي كتير ناس حفزتني أنه قاتلي في عندك الإمكانيات لتقدر تنجح وتوصل لشي اللي أنت ممكن بدك يالش لطموح معين أنت ممكن تصل له بعد فترة بس بدك تصبر وبدك تتعب على حالك فأحد الناس لي هو ورفقاتي الأستاذ أديب وكتير مشكور لأنه هو اللي حطى لي رجلي وخطوة الأولى كانت بهالمجال هاد وهو اللي علمني رغم أنه أنا كتير تعبت لحتى وصلت له المكان حاليا لأنت عملت كورس قدمت كورس لطلوب يعني أنت ضليت ورا مثل ما قلت شغفك لا وصلت أنك تقدم كورس بالماركتينج والمبيعات يعني إذا فتحكي لنا أكتر عن هذا الكورس اللي عملته لحنا اليوم لحنا هذا الكورس اللي أنا عملته كان بناءً على شيء أنا حابب أني أدموه على شيء من خلال تجاربي أو الشيء اللي أنا تعلمته لأنه اليوم لحنا من توصل طريقة التسويق غلط طريقة البيع غلط في كتير ناس اليوم بتخربط أو ما حقوا بتخربط ونتغلط تمام؟ بتغلط بطريقة العرض بطريقة البيع تمام؟ بصير في عندها تنفور يعني لحنا اليوم لما منروح بدنا نشتري أي شيء من المؤسسة أو غرق محل معين فإذا ما كانت طريقة البائع صح طريقة التعامل الصح فلحنا بننفر منه لو شو ما كان يكون لو كان جارنا تمام فلحنا عملت اليوم أنا هذا الكورس لحتى توصل وأحكي فيه عن أساس البيع عن أساس التسويق عن الترويج طرق العرض عن الأساسيات اللي لحنا ممكن فيها نوصل لحتى يكبر اسمنا أكتر يعني لو كانت بقالية صغيرة أنا وطريقة التعامل منيحة أحسن ما يكون شركة كبيرة وطريقة التعامل كتير صغيرة وطريقة التعامل غلط فأنا ما بصل للشيء اللي بديه اليوم حكيت نقطة كتير مهمة بحديثك هي أنه أنا بملك إمكانيات لعمل بمجال التسويق فنصحوني أن أشتغل على حالك أكتر لتكمل بهالمجال شو هي اليوم الإمكانيات اللي بتكون موجودة عند الشخص بكاركتيره لحتى ينجح بالتسويق الإمكانيات اللي بتكون موجودة لحنا اليوم كرجال مبيعات فلحنا لازم نتمتع بصفات معينة لأنه اليوم مو أي صفة ولا أي شيء بيميزنا ما بيميزنا فيه عفوا لحنا بنتميز اليوم بصفات معينة لازم نتمتع بالصبر البال الطويل طريقة البيع مثل بيقولوا ملسين يكون عندنا أسلوب معين نقدر نقنع فيه الناس فلحنا من خلال الأسلوب يلي اللي نقنع فيه ومنقطنع فيه بنفس الوقت يعني أنا اليوم لما ديروح أشتري أي صنف سواء من محل ألبسة سواء من محل خضرة سواء من أي محل فإذا ما كان أسلوب البائع معي اليوم جيد فهو ما بيقنعني لو أنا مكفتت على محل ما بدي أشتري بس أسلوبه قنعني فأنا فيني أشتري فلحنا الأسلوب اليوم أسلوب التعامل فهذا هو أهم شيء بنتمتع فيه لحنا أهم شيء وأهم شيء بنتبلش فيه هو الأسلوب الشخصية جيدة قوة الشخصية لازم نتمتع فيها لحتى أقدر أنا استمع واستمتع بهذا الشيء أني أنا حتى توصل لمرحلة معينة قول أنا خسرت بمجال المبيعات محترفة ما دي حققت من هذا الشيء اللي عملته إنجاب حسيت حالك أنك أنت عامل إنجاب أنا حيئة اليوم خلال سبع سنين بحس حالي إلى هلأ ما وصلت لمرحلة الكمال وبحس لسه في نقصني وعم بتعلم هذا الشيء بحس حالي أنا محقق 60% من هذا الشيء ولسه بينقصني يمكن النجاح هو دايما بحاجة لهذه الحالة عدم الرضا ولكن حكيت عن أنك اشتغلت بالتسويق المباشر ضمن خلينا نقول مؤسسة أو شركة أو فريق أيضا رحت للتسويق الإلكتروني وهلأ للتسويق أكتر الفردي اللي هو بيعتمد على أنه أنت بمجال التسويق بين هلأختصاصات الثلاثة كيف لازم يكون نحن اليوم لنحكي شغلة اليوم التسويق الإلكتروني هو صار إله شعبية كتير كبيرة السبب الشعبية الكبيرة أنه بيصل لجميع البلدان لجميع أنحاء العالم من خلال عدة نقاط بيصلني أنا من خلال كاركترات معينة فيديوهات معينة صور معينة بيصلني بس أنا ما فيني شوفه يعني هو عبارة عن شي أنا بشوفه كفيديو يعني بيصلني فيديو بيصلني صورة أنا ما فيني شوفه التسويق المباشر اليوم من خلال طريقة عرض مباشرة أنا بشوفه شي ملموس هذا الشي أنا بشوفه التسويق المباشر اليوم بيحتمد على التكاليف بخصة السمان تمام لأنه إحنا اليوم التسويق الإلكتروني بيحتمد على منصات الاجتماعية اللي هي الفيسبوك الواتس آب التويتر الانستجرام تماما فبيصل لجميع أنحاء العالم لجميع الفئات الشعبية لجميع الأشخاص لأنه إحنا اليوم كمجتمع إحنا اليوم كلنا منحافظ على المنصة الاجتماعية وموجودين دائما على منصات التواصل الاجتماعي فإحنا اليوم منوصل والعالم بصارت تتفضل التسويق المباشر اللي هو الإلكتروني عن التسويق عن التسويق العادي وأفضل للمبتدئين يعني أنا كشخص بدي أبدأ بالماركتينج الأفضل أبدأ بالإلكتروني أو بالمباشر الترتيب الصحيح اليوم أنا ما بلش بالتسويق الإلكتروني التسويق بلش بالتسويق المباشر بالشي الملموس واللي هاد لهلأ العالم بتتفضله لسبب واحد إنه هي بتشوف الشي بعينها وبتلمسه لأنه إحنا اليوم خلال تسويق الإلكتروني بتجينا الأطعاء ممكن ما تجينا متل الصورة متل الفيديو الجودة بتختلف الجودة هاي المعايير كلها هات العالم اليوم صارت تخاف منه لحتى تقول لك أنا بدي جريب بدي شوف يعني أنا اليوم بدي أشتري أطعاء إلكترونية عن طريق النيتو اللي هي هذا صار شيء كتير معروض وشيء كتير معروف العالم صارت عنده خوف معين من هذا الشراء بسبب الجودة المعيار الكفالة فصارت العالم لا الهلأ بتتفضل التسويق المباشر والشراء المباشر بسبب الكفالة والجودة والنصيحة هون شو بين أصل مسوق الإلكتروني لحتى يكسب ثقة الزبون ولحتى يقنعوا بالشيء المتواجد الكترونية اليوم التسويق الإلكتروني بينقصوا شغلة واحدة بس اللي هي ثقة الشركة المنتجة يعني أنا اليوم بالتعامل مع الشركة المنتجة تمام أنا بتعامل معها كمسوق ما بتعامل معها كموظف هي بشكل مباشر أو غير مباشر فيها تستغني عني بأي لحظة مجرد ما هي استغنت عني أنا فقدت فقدت ثقتي من العميل الثقة ما بتعطيني إياها الشركة أو ممكن تعطيني إياها من بعض النواحي يعني بتقلي مثلا ببداية الحديث بتقليك أنا بكفل لك الأطعاب بكفل لك الشي اللي بدك ياه بتوصلني بتعطيني مجالات رايعة بتعطيني شغلات أنا أقدير أحمي زبوني فيها لما بصير القصة على أرض الواقع الشركة بصير تتهرب فلحنا اليوم ما عنا مصداقية بين الشركة الشركة الإلكترونية والعميل هاي الشغلات نحن كتير منفقدة اليوم بسبب بسبب مجهول ما حدا ما يقدر يصل له يعني أنا اشتغلت بالتسويق الإلكتروني تعرضت لكتير مواقف بس بدون سبب الشركة بتقدم لي عروض بتقدم لي كفالات بتقدم لي كتير أمور بس بعدين فجأة كله بتتهرب كله بتتلاشر وممكن فجأة صاحب العماليات في موبايل وخلاص إليك معد بدي معد بدي يشتغيل وقف شغلي وبتهرب من الشغل كله هاتو هونسيبا يعني في برة بتلاقي العالم دايما عم تطلب إلكترونيا يعني نحن لسه هاي الثقافة يمكن لسه خجولة هون يحكي عن شغلة كتير مهمة أنه الإشكالية ما بس على شخصين اللي عم يشتري ويحص أنه هو بمكان معين وقع بفخ أو يعني ما حصل على المنتج الصح يعني أو نصب عليه أيضا يلي عم يشتغل ممكن مع الشركة أنه يعاني صعوبات اليوم في صعوبات تانية بمهنة التسويق من خلال عملك على الأرض شفت أن هاي حقيقية وممكن أي شخص يشتغل يوقع فيها نحن اليوم نعاني من موضوع الثقة اللي هو أهم شي هذا موضوع الثقة هو فجوة كتير كبيرة بين العميل والمندوب وبين المندوب والشركة اليوم صاحب الشركة بيقدم لنا منتجات بيقدم لنا كفالات بيقدم لنا ضمانات نحن نروح منقدمها كمندوبين مبيعات لصاحب المحل سواء من سوء بضاعة سوء تغزين أي شيء عن المنتج بيتعرض له لما بيصير أي إشكالية مع العميل بيجي العميل ما بيحكي مع صاحب الشركة بيحكي مع المندوب بيحكم أنه المندوب هو ممثل عن الشركة فبصير أنه صاحب الشركة بيحط المندوب بالوش لقيله حل كتير أمور بنعاني منه يعني الحقيقة الحديث مهم وكتير من تشكرك على وجودك معنا لأنه للأسف بس أنا حبيت نقطة أنه فهم التسويق أيضا للزبون هو مطلوب حتى لو لم يعمل بهذا المجال حتى يعرف كيف يأخذ خياراته شكرا كتير لوجودك معنا شكرا كتير إليك ناجي أحلى وسهلا أحلى وسهلا أحلى وسهلا أحلى وسهلا أحلى وسهلا